تصدت القوات السعودية لهجوم نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران قبل تنجران عبر الأسلحة المباشرة والمدفعيات ما أدى لمقتل 17 عنصر من الحوثيين حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية فيما تمكنت القوات الشرعية من إحراز تقدم نوعي على الأرض بمساندة التحالف العربي في عدة محاور في جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن يواصل الجيش اليمني الوطني بإسناد مقاتلات التحالف العربي استكمال عملية تحرير المناطق من الميليشيات الانقلابية المدعومة من قبل إيران ففي محافظة لحج أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في جبهة كرش شمال المحافظة وأكد مصدر عسكري أن القوات الشرعية شنت هجوما واسعا على مواقع الانقلابيين سيطرت خلالها على قرى الهشمة وحماله وزيق مصدر عسكري يمني أكد أن الجيش الوطني يواصل هجومه وقصفه المدفعي على تحصينات الحوثيين في جبل الهشمة الاستراتيجي المطل على منطقة الحويمي متوقعا السيطرة عليه خلال الساعات المقبلة وفي السياق نفسه أحفظت قوات الجيش الوطني هجوما للحوثيين حاولوا من خلاله التقدم على مواقع تسيطر عليه القوات الشرعية في مدرية رازح قبلة منطقة جازان السعودية وكان قائد عسكري يمني أن ما لا يقل عن سبعة حوثيين قتلوا في هذا الهجوم مع فرار وإصابة آخرين من جهتها صدت القوات السعودية عبر الأسلحة المباشرة والمدفعيات هجوما نفذته مليشيات الحوثي المدعومة من قبل إيران قبل تنجران ما أدى لمقتل سبعة عشر عنصرا من المليشيات الإنقلابية حاولوا التسلل إلى الحدود السعودية مع تدمير عدد من المركبات إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية يمنية أن العشرات من المليشيات الإنقلابية قتلوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جبهة الساحل الغربي وأضافت المصادر بأن المواجهات تركزت في الطريق الرابط بين حيس والجراحي ترجمة نانسي قنقر